هنشوف مع بعض بإذن الله دهان باب خشب من البداية حتى النهاية بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه توكل وعليه هنا طبعا التنفرة هنقول مثل رقم 120 ونبدأ نتنفر الباب كله بالأثارين اللي موجودة ده سيلر خامة شفافة تستخدم في شغل الأسطر علشان خاطر نبدأ ندهن بالباب والشين ان شاء الله مع بعض بيتخفف بتنر ونسبة التخفيف هتكون حوالي أربع أضعاف ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف طبعا إزالة الأتربة كويس بالسابتس وبعد كده بنبدأ نرش الصغر من مسمياته بشبور تقصر طبعا بكل مكان والمسميات تذهب إلى زوجات المنزل تغير المنزل قمنا بالأثارين يكتوري تcontrolين توهين اشتركوا في القناة ونبدأ نلون لون الخشب طبعا الخشب لونه مش ابيض يبدأ يتلون اصفر وبني ونسبة الاصفر هتكون ازل شوية عشان خاطر يطلع معانا نفس درجة لون الباب بالزبط معبول بلاستيك معبول جاهز دي كلها مسمياته اهم حاجة يبقى نفس درجة الباب ولا فاتح ولا غامل زي ما احنا شايفين كده درجة الباب كويس احنا ممكن نفقده بالاماكن اللي محتاجة معبول فقط لو الباب في تشقفات كثير بتفقوب بنبدأ نسحبه سحب كامل طبعا دي كاوتشا بنجيبها ومكان المسامير او مكانه تتقوف في الحالية ونبدأ نفقدها معجول عايز تتعرف طريقة الكاوتشا دي موجودة ان شاء الله هنسيب رابط ليه ازاي تعمل كاوتشا زي دي انا الله ممكن كمان تضغط على علامة الايفو بيزن الله دلوقتي حاليا تضغط عليه هيتخلك ازاي تعمل الكاوتشا من داخل فيديو صنفر مئة وتمانين ونبدأ نصنفر الباب كويس بحيث ان احنا لو عايزين نزل الصمرة للخسر ان نصغرها عايزين بعد كده في النهاية حاسين ان الصمرة مش عجبان وعايزين نطمس الصمرة فرصي بعد كده طبعا نصنفره في اتجاع الالياف في اتجاع قطوط طمرت الخشف طبعا dry ازاي تعمل الكاوتش في الواسطات اللي محتاج فقط هو المتبقي على الخشب زي ما احنا شايفين اللي ها ما شاء الله بينعم يبقى كويس جدا جدا بعد كده بنبدأ نرش نفس السيلر اللي رشناه في الاول لقاس المعجون يشرب يثبت ويبدأ كمان يغزي الخشب اللي موجود معاه سَرَفُرُفَرَدْا سَرَفُرُّأْسَ عايز نعمل لون رصاصي شفاف هنجي بسلر وبعد كده هنضيف عليه ابيض نلونه كمان بلون اسويت ممكن نتحكم في الدرجة اللي احنا هنشتغل بها طبعا المطلوب ان الرصاصي يبقى فاتح هنشوف مع بعض طيب نسبة السلر هتكون تلت اضعاف نسبة الابيض والاسويت ده بالتقريب لو زلت شوية حاجة بسيطة قلت شوية حاجة بسيطة مش هتفهم سواء تلت اضعاف يعني مثلا الربع تلوية والتلت اربع شفاف سلر او ورنيش شفاف او ممكن يبقى التلت اربع او التلت مثلا هنقول لون والتلتين شفاف طبعا بنخف كويس تنر حار ونبدأ نشتغل لو حسينا انه محتاج يتخفي تاني كويس كمان واحنا شغالين نخف كويس صنفرة كده عالسريع نعمة ونبدأ كده نعمل باب كده صنفرة تكون نعمة اهم حاجة دي بتبقى بسرعة يعني بإذن الله بنفتح للمسدس شمسية خط عريض ونبدأ نغبر الباب كله زي شغل القسطر طبعا نغطوب الباب فاتح ولكن بعد كده احنا في النهاية يعني ايه ما عجبناش لون العظم الخارجي في التغبير فاحنا غمقنا كمان شوية تاني بعد ما خلصنا طبعا احنا هنشوف مع بعض جميع المراحل والخطوات اللي احنا نفذنا في التغبير احنا غبرنا الخارجي في العظم الخارجي والداخلي اللي احنا شايفين اللي احنا بنلزق عليه طبعا لو جعل حلاد هان عادي مستش مشاكل من كده كده احنا لسه في شغل عليها ده لون شامبين لون شامبين بيجي جاهز ممكن نجيبه جاهز او ممكن نضربه على قدينة في الموجود ده معانا احنا مضربينه على قدينة موجود معانا لون دهبي ولون فضي دفناهم على بعض طلع معانا الدرجة دي او ممكن نجيبه جاهز كمان طبعا ده دوكو ونبدأ برضو نخيفه كويس نسبة تخفيف واحد الى واحد ونبدأ نرش ممكن تزيل التنر كمان واحد وربع تحوظ architecturar مقا 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 احنا ممكن الشغل اللي جاي بعد كده نعمله بتينة عن طريق الانبيب او ممكن عن طريق الجليز طبعا احنا حبينا نستخدم الانبيب اللي موجودة وده زيت مفتاحين زيت مغلي زيت كتان وطمام زي ما احنا شايفين وهنبدأ بإذن الله نلون بانبيب عند الموان موجودة عنده الحاجات دي كلها طبعا هو بيفرد معان حاجة كده بسيطة وشوية من اللون الاسود مش عايزين نقطر برضه عشان ما يفيدش كتير على عدد الشغل وكده كده بيفرد بإذن الله يعني شوية الاسود دول مع شوية الزيت طبعا احنا زاودنا زيت كمان حاجة بسيطة وكمان نسبة نفط بسيطة حاجة بسيطة خرص من النفط ده ان شاء الله يكفي معانا لان احنا ما بندهنشي بالمعنى المطلوب احنا مش عايزين نغطي الشغل احنا بيعتبر بنلون كده ايه الشغل بالكامل تلوين لو فتح شوية عاد لان كده كده احنا لسه هنفتح الشغل يعني احنا مش عايزين نغطي اللون احنا عايزين نغطي اللون بس هام حاجة ايه اللون يبقى في جميع المساحات اللي موجودة في البنة ممكن نعمله بجليز لكن شغل الانبيب وزيت اللي انا شغلين بيه يعني كمان هيطلع تجي افضل ان شاء الله ده فايبر فايبر ده بيجي من عند الناس اللي شغالة في التنجيد تنجيد الانترهات بنجي من عنده كده ايه حتتين كده ولا حاجة وهنبدأ نمسح العالي كله او الشغل كله زي ما احنا شايفينه بنمسح الشغل كله بيبقى فيه فاتح وغامق العالي بيبقى فاتح الداخلي او الغاطس بيبقى غامق شوية لما قطعة الفايبر بتخلص بنغيرها وبنجيب قطعة تانية نظيفة نبدأ نمسح بها تاني لو احنا عايزين نزول التمسيح بعد كده قطعة من القماش وهنبدأ كمان نمسح اجزاء داخليه لو احنا عايزين نفتح تاني لان احنا كده مسحنا الشغل كده درجة التفتح بتاعته او التبتينة اللي ما احنا شايفينها لو عايزين نفتح اكتر بقطعة من القماش ونبدأ كمان نشيل اجزاء من الشغل اللي موجوده نحس ان هو برضو كمان يظهر البتينة اكتر بسم الله ما شاء الله كده البتينة ظهرت جميلة جدا زي ما احنا شايفين بنزبطها بعد ساعة هنقول مثلا في الصيف او ساعتين في الشتاء ونبدأ بإذن الله نسبت الشغل عايزين بقى نخلي بالمنا نسبت الشغل بسلر برضو نفس السلر احنا اشتغلنا به في البرحل اللي قبل كده وهنبدأ نسبت الشغل طبعا الشغل اللي ما نشيفش جفاف كامل لذلك بس كده ايه بدأ كده ايه يربط مع نفسه ليه اول حاجة علشان فاطل ما يحصلش فيه اي تفتويش بعد كده هيثبت الضغل اللي موجود وهينشف معانا الزيت بسرعة كده ان شاء الله ما فيش ايه تفتويش وفيش ايه كرمشة ما تخافش ان الشغل بإذن الله ان شاء الله الشغل هيطلع حلو لو بعد ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات في المهم في نفس اليوم تبدأ تثبت الزيت المغلي والبتينة اللي موجود دي حاجة مهمة جدا جدا يعني ما ترشش تاني يوم كن نشف عشان برضو لو نشف ممكن يحصل عملية تفتويش في الشغل بعد ما ثبتنا بسلر طبعا رشنا كده وش كده وزبطناه من هو تزبط حلو وش خفيف وبعد كده بتبدأ تثبت نشافه معانا بسرعة يعني ان شاء الله بعد ساعة لزقنا كمان عليه يعني دخال كده ايه بعد ما خلصنا البتينة لزقنا عليه بعد الساعة تماما العظم الخارجي يعني بصراحة طبعا هو كان مطلوب من العميل ان الباب يبقى كل لون فاتح معادة داخل زي ما احنا شرنا عليه نعمله بتينا وهو عجباته الفكرة ولكن احنا بعد ما خلصنا الباب حسينا ان العظم الخارجي فاتح شوية فطبعا احنا قلنا لا لو احنا غمقنا شو هيبقى احلى فطبعا الحمدلله احنا اقنعناه وهو اقتنع بالفكرة وبسم الله ما شاء الله بعد ما اتعمل التخبير بتاعه فطبعا احنا شايفين احلى كمان مكان يبقى كله فاتح داخلي وخارجي كده بسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا بعد ما خلص ممكن كمان نغمى العظم الخارجي اكثر بعد كده بنبدأ نرش ورنيش ده ورنيش شفاف دوكو ممكن نرشه سواء لامع او مطفي على حسب الطلب طبعا الباب لما يوقف باذن الله نشوف باب مع بعض كده ايه بسم الله ما شاء الله جميل جدا بعد ما خلص طبعا ده شكل بفينة رائعة بسم الله ما شاء الله رائعة لأول مرة تتبعنا وكملت الفيديو معنا لنهاية ما تتساش تشترك في القناة وتفعل زر الدرس وتعمل يجاب علشان يوصل لكل جديد من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها كده بسم الله ما شاء الله بعد ما بيه خلص وبقى حلو ممكن كمان نغمى العظم الخارجي اكتر على حسب الطلب بشكل الصمرة برضو على فكرة لسه باين يعني هو في الطبيعة باين ما شاء الله ولكن هو على هادي شوي يعني المطلوب ان يبقى الصمرة هادية شوي طبعا يا جماعة لو في اي حاجة مش واضحة نشوف في التعليقات بحس ان احنا نقدر نوضحها اكتر ونرد عليها اخوكم بهاء الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته